موسيقى أهلاً بيكم أعزائي تلميز الصف الرابع الابتدائي النهاردة هنبدأ الدرس الخامس من مفهوم الحركة والتوقف درسنا النهاردة هيكون فيه آخر نشاط من أنشطة التعلم وبعدها هنبدأ مع بعض أنشطة شارك واللي هنشارك فيها كل المعلومات اللي درسناها على مدار المفهوم زي القوة والطاقة والاحتكاك والجاذبية وكمان الحركة وإيه هي العوامل اللي بتأثر عليها وكنت سألتكم سؤال في نهاية درسنا اللي فات يا ترى إيه هو الشغل وإزاي بنعرف كلمة الشغل في العلوم هو ده اللي هنتعلم عنه النهاردة يلا هات كتابك وجاهز ورقة وقلم علشان نبدأ درسنا النهاردة كلمة الشغل بتتقال كتير في حياتنا اليومية زي باوا راح الشغل ماما عملت شغل البيت وأنا عملت واجباتي المدرسية كل ده بيعبر عنه بكلمة الشغل طب في العلوم بقى يعني إيه شغل؟ الشغل ببساطة لما تقدر تحدث تغيير تعمل تغيير يعني مثلا لما أحرك مثلا العربية دي من المكان ده للمكان ده يبقى أنا كده عملت شغل بصوا كانت هنا بقت هنا أو كانت هنا بقت هنا في الحالة دي أنا كده بزلت شغل إم تقول إن أنا بزلت شغل؟ لما كون عملت تغيير في الحاجة اللي كانت موجودة طب لو حاولت بقى أزق المكتب ده بص كده مهما حاول أزق المكتب ده أنا عمال أتعب وعمال أعرق كمان وبعمل مجهود كبير هل أنا كده عملت شغل؟ هو حصل تغيير؟ محصلش تغيير يبقى أنا كده ما عملت الشغل بالنسبة للعلوم إذن ببساطة الشغل هو إنك تقدر تحدث تغيير علشان نعرف أكتر عن مفهوم الشغل هنبدأ النشاط رقم 11 واللي هنلاحظ فيه زي العلماء هنبدأ بقراءة النص وده هيكون صفحة 155 وعايزاك وإنت بتقرأ تلاحظ كويس وتسجل أفكارك يا ترى إيه هو مفهوم الشغل في العلوم وإزاي بيختلف عن كلمة الشغل اللي بنقولها في حياتنا اليومية تقدروا تحددوا دلوقتي إزاي النص عرف كلمة شغل النص قال إن الشغل هو مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم لمسافة محددة ثانية واحدة بقى كده وركز معي النص قال الشغل هو مقدار الطاقة أنا عندي مصطلحين مهمين جدا في المفهوم بتاعنا مصطلح الشغل ومصطلح الطاقة المصطلحين دول من المصطلحات الأساسية في مفهومنا طب يا ترى هي إيه علاقة كلمة الشغل بالطاقة لو فكرتوا كده كويس أول حاجة هتيجي على ذهنكم المهام والأنشطة اللي بنعملها وبنقول على بعض منها إنها شغل واللي علشان تحصل دايماً بتكون محتاجة لطاقة طب يا ترى إيه العلاقة بين الشغل والطاقة والقوة لو تفتكروا إحنا قلنا إن أي جسم علشان يتحرك تاني لو أنا عايز أحرك الجسم ده فأنا محتاج أأثر عليه بقوة يا إما قوة دفع الأدام كده يا إما قوة سحب الورا كده وعشان تقدر تدينه القوة دي هتحتاج يكون عندك إيه جواك هتحتاج يكون عندك طاقة زي مثلاً لما تبقى ماشي على الطريق وتشوف حد عربيته وقفت عشان تبدأ تتحرك تاني محتاجة قوة تحركها وساعتها الشخص ده هينزل من العربية وهيبدأ يزق العربية جسمه هيستخدم كل الطاقة اللي موجودة جواه علشان يخليه يقدر يحرك العربية القدام هاي بقى مقدار الطاقة اللي استخدمها الشخص لو نجحت إنها تحرك العربية نقدر نقول ساعتها إن دي شغل تعالوا كده نشرح تعالوا نرسم مخطط يربط بين الثلاث مصطلحات هبدأ بالطاقة الطاقة دي هنخرج منها سهل معنى إن أنا هخرج منها سهل إنها تكون هي السبب في إن يحصل قوة يبقى تاني الطاقة خرج منها سهل يعني هي اللي تسببت في إن يقدر أقصر بقوة والقوة كمان هيخرج منها سهل يعني لو للقوة ما كنتش هقدر إن أنا أعمل شغلي مخطط بسيط جداً بيوضح لنا العلاقة بين الثلاث مفاهيم الطاقة أساسية عشان نقدر إن إحنا نقصر بقوة والقوة أساسية علشان نقدر إن إحنا نعمل شغل يعني نحدث تغيير طب تعالوا بقى كده نجمع ملاحظات أكتر عشان تفيدنا نتعلم عن الشغل والطاقة والقوة هنروح للنسخة الرقمية من كتابنا هنشوف دلوقتي فيديو وعايزاكوا تركزوا كويس في المواقف اللي هتشوفوها وتسجلوا ولحظاتكوا عنها هيا أطفال لنفرغ بقية الأشياء لنضع الثلاجة الصغيرة هنا الثلاجة ثقيلة للغاية لا أستطيع حتى إزاحتها إن تحريكها يستلزم بالتأكيد الكثير من العمل دعيني أرى إن كان بإمكاني مساعدتك أتعرفين طالما أنك لا تستطيعين تحريك الثلاجة فأنت لا تبذلين شغلا تستهلك محاولة تحريك الأشياء من مكان إلى آخر طاقة ولكن إذا لم يتحرك الجسم فأنت لا تبدلين شغلا من الناحية التقنية حتى وإن استخدمت الطاقة نعم أبذل مجهودا كبيرا لتحريك هذه الثلاجة ولكن الشغل يبذل حين تتسبب القوة في تحرك الأجساد تحتاج إلى ثلاثة عناصر لبذل شغل تحتاج إلى قوة وجسم وينبغي أن يتحرك ذلك الجسم مثلا حين أريد رفع تلك العلبة وأضعها على الطاولة فإني أبذل شغلا لأني أنا القوة التي تحركها إلى الطاولة فهمت؟ إذن أنت القوة التي تحرك تلك العلبة إلى الطاولة هذا صحيح حسنا يا أطفال أحاول تحريك هذه الطاولة لأفسح مجالا لخيمة وأنا أبذل مجهودا كبيرا ولكن هل أبذل شغلا؟ حسنا لنرى أنت تستخدم القوة لرفع الطاولة وهي الجسم ولكن الطاولة لا تتحرك إلى أي مكان ليست لديها حركة ورغم هذا المجهود الكبير فأنت لا تبذل شغلا يبدو كأني أبذل شغلا؟ نعم ولكن ينقسك أحد العناصر الثلاثة التي تعرف الشغل لاحظنا في الفيديو موقفين موقف حصل فيه بذل شغل والموقف الثاني برغم بذل مجهود إلا أن ما فيه شغلة بذل يا ترى تقدروا تحددوه؟ بالضبط البنت لما حاولت تحرك التلاجة يا ترى بذلت شغل ولا بذلت مجهود من غير ما تبذل شغل؟ هي فعلا البنت بذلت مجهود بذلت مجهود بس لأنها حاولت وتعبت إنما ما فيه شغلة بذل ليه؟ لأن ما فيهش حاجة تغيرت ولا تحركت أما الولد بقى لما شال العلبة من على الأرض وحطاها على الترابيزة فهو كده استنفد يعني استهلك جزء من طاقته طبعا الطاقة دي مكنته من إن هو يبذل شغل واللي ظهر نتيجته في إنما كان العلبة تغير لو حد فيكم لسه فاكر إن القوة هي الطاقة أنت محتاج تركز كويس في اللي أنا هقوله دلوقتي القوة والطاقة مرتبطين ببعض لكن اللي اتنين مش نفس الحاجة عايزين بقى تاني نرجع للشخص اللي كان بيزق العربية القوة اللي بذلها علشان يزق بيها العربية خلت الطاقة اللي في جسمه تتحول لشكل من الطاقة يقدر يحرك العربية من مكانها يعني نقدر نقول إن القوة اللي بنمارسها على حاجة معينة تقدر تنقل الطاقة من جسم للجسم الثاني والشغل هو الطاقة اللي اتنقلت للعربية بسبب القوة اللي استخدمها الشخص عشان ينجح في إنه يحركها لمسافة معينة وطبعا كل ما هتزيد المسافة هيزيد الشغل وهيزيد مقدار الطاقة اللي احنا محتاجينه أنا متأكدة إنكم تقدروا تبحثوا عن أمثلة مختلفة حوالينا تغضح العلاقة بين الثلاث مصطلحات أهم حاجة إن انتم تشاركوها معنا وتبعتوها لنا على صفحة قناة مدرستنا دلوقتي بقى إحنا بقينا جاهزين علشان نبدأ أنشطة شارك هنسجل كل الأدلة اللي جمعناها عن مفهوم الحركة والتوقف إحنا دايما متعودين نعمل كده في أنشطة شارك علشان نستخدمها في كتابة التفسير العلمي والتطبيقات المختلفة اللي هنمر بيها جاهزين نبدأ؟ فاكرين أول حاجة دايما بنعملها في أنشطة شارك إننا بنرجع للظاهرة محل البحث اللي بدأنا بيها المفهوم بتاعنا وده هيكون في النشاط 12 سجل أدلة كعالمي هنرجع دلوقتي للظاهرة محل البحث وهنشوف تاني الفيديو اللي شفناه في أول درس علشان إن احنا نحاول نفكر ونسترجع ونشوف يا ترى الأدلة اللي احنا تعلمناها هتختلف إزاي دلوقتي في رؤيتنا للظاهرة بتاعتنا اللي كانت الطيارة النفاسة اللي خدنا المحرك بتاعها وركبناه في الشاحنة تعالوا لما نروح للنسخة الرقمية من كتابنا أهم حاجة وإنتم تتفرجوا على الفيديو فكروا كويس في إجابة السؤال كيف تؤثر القوة في حركة وتوقف الأجسام الشاحنة شاركوي هي أسرع شاحنة في العالم ولإثبات ذلك ما هي تصادق طائرة نفاثة هل سبقت تلك الشاحنة الطائرة؟ صنعت هذه الشاحنة المذهلة حسب الطلب ويقودها نيل دارنيل وابنه كريس إذن كيف تتجاوز سرعة الشاحنة الطائرة؟ تسمى هذه الشاحنة شاركوي وتصل سرعاتها إلى 345 ميلا في الساعة أو 555 كيلو متر في الساعة وهي تتجاوز سرعة سيارة السباقات ناسكار بأكثر من 160 كيلو متر في الساعة هذه ليست شاحنة عادية فقد تم فصل كل شيء منها باستثناء المقصورة تبلغ الشاحنة هذه السرعات لأن بها ثلاثة محركات نفاثة من الخلف تولد قوة 36 ألف حصان أو دفعا يساوي 8600 كيلو جرام لنضع الأمر في سياق توضيحي تخيل 36 ألف حصان يعدوا هذا مذهل إن إبقاء الشاحنة على الأرض يعد من أكبر التحديات لأن هذه المحركات النفاثة مرتبطة أكثر بالأشياء التي تطير وللحفاظ على سير الشاحنة على المسار تم إمالة زاوية المحرك بحيث تدفع الشاحنة إلى الأسفل مما يجعلها أثقل ب450 كيلو جراما التحدي الأخير هو إيقافها إنها تضم ثلاث مظلات هوائية وهي نفس طريقة إيقاف مكوك الفضاء أيضا تفتح المظلة وتحدث مقاومة هواء عالية مع كل هذه القدرة تنعدم فرص الطائرة في الفلوس يا لها من سرعة هائلة يا ترى دلوقتي لو طلب منكو إن أنتو توصفوا القوة المقصود بيها إيه الجمل اللي هتستخدموها ويا ترى اختلفت إزاي عن فهمكو للقوة لما تعرفنا عليه أول مرة افتكروا إن على مدار المفهوم كنا دايماً بنتعلم عن أنواع القوة المختلفة وتقدروا تستخدموا كل اللي عرفناه مع بعض في إنكوا تجاوبوا الأسئلة الموجودة عندكم في الكتاب في صفحة 156 ودلوقتي يجي وقت التفسير العلمي طبعاً إحنا متعودين من المفاهيم اللي فاتت إننا دايماً بنكتب التفسير العلمي علشان نجاوب عن سؤال هل تستطيع الشرح؟ أو أي سؤال من الأسئلة اللي أنتو سجلتوها عندكم في النشاط التاني تساءل هنروح لصفحة 157 ونحدد السؤال اللي هتبنيه للتفسير العلمي وبعدين تسجل الفرد والأدلة على صحة الفرد ده طبعاً الأدلة هتكون من ملاحظاتك وتفسيراتك اللي كتبتها وسجلتها من بداية المفهوم تعالوا دلوقتي يشوف واحد من زمايبنا كتب إيه؟ الفرد بتاعه كان إن الجسم بيبدأ الحركة عندما تكون القوة المؤثرة عليه ها بصوا كده لازم القوة اللي تؤثر على الجسم تكون غير متزنة علشان يبدأ يتحرك لكن طول ما هو مؤثر عليه قوة متزنة هو في حالة سباته ومش بيتحرك زميلكو سجل الدليل الأول إن الباب هيفضل مغلق إذا لم يدفعه شخص أو يسحبه ليفتحه أو يغلقه والدليل الثاني إن الكرة زي دي كده الكرة بتتحرك عند تعرضها لإيه؟ لقوة دفع بصوا لما أنا دفعت اتحركت إمتى هتتوقف؟ سوف تتوقف عندما تصطدم بحاقت أو أي حاقل قدامها يمنعها من الحركة بصراحة إجابة زميلكو دي فكرتني بلعبة شد الحبل إحنا كنا درسنا إيه القوة المؤثرة أثناء لعبة شد الحبل وشفنا إن الحبل بيتحرك لما تكون قوة السحب من فريق أكبر من الفريق الثاني يعني القوة اللي تكون بتأثر على الحبل غير متزنة طيب والحبل هيفضل في مكانه ومش هيتحرك إمتى؟ بالضبط لو كانت قوة الفريقين قد بعض يعني القوة تكون قوة متزنة دلوقتي بقى إحنا جاهزين إننا نرجع لكتابنا صفحة 158 ونسجل التفسير العلمي الكامل عن السؤال اللي اخترناه أنا كنت اخترت السؤال كيف تؤثر القوة في حركة وتوقف الأجسام وكتبت تفسيري في النقط اللي هقولها لكو دي تحتاج الأجسام إلى قوة لتحركها القوة دي قد تكون قوة إيه؟ قد تكون قوة صحب أو قوة دفع والجسم السابت في مكانه بتؤثر فيه قوة متزنة يعني متساوية بس متضادة في الاتجاه وإن الجسم بيبدأ يتحرك عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة يعني غير متساوية الشاحنة الساكنة تؤثر عليها قوة إيه؟ بدام ساكنة متزنة طب علشان تتحرك لازم تتغير القوة المؤثرة عليها طب لو فيه شاحنة ماشية بتتحرك عشان تتوقف الشاحنة إيه اللي لازم يحصل؟ لازم قوة يا إما تسحبها للخلف أو تقلل من سرعتها زي إيه قوة اللي قلنا أن هي بتقلل من سرعة الأجسام المتحركة؟ هيا أنا سمع كتير منكو بيقولوا قوة الاحتكاك ساعد احتكاك المظلة فاكرين الظاهرة محل البحث احتكاك المظلة لما فتحوا المظلات على الشاحنة وهي ماشية وفيها المواتير بتاعة الطيارة حصل ايه؟ احتكاك المظلة ساعد على إيقاف حركة الشاحنة إحنا كمان أثبتنا بالبحث العملي إن لما بندفع السيارات بقوة مختلفة هيحصل تغيير في حركة السيارة عند دفعها بسبب التغير اللي بيحصل في الطاقة وبما إننا سجلنا الأدلة اللي جمعناها وإحنا بنتعلم عن الحركة والتوقف جي بقى دلوقتي وقت إننا نقيم المفاهيم اللي تعلمناها وإعلاقتها ببعضها وإزاي بتأثر على حركة الأجسام أو توقفها ده هيحصل في النشاط رقم 13 اللي هيكون قيم كعالم نشاط رقم 13 بعنوان مراجعة الحركة والتوقف بعد ما رجعنا على الأدلة اللي جمعناها والأفكار اللي تعلمناها عن الحركة والتوقف هنرجع دلوقتي لصفحة 159 في الكتاب مطلوب منك إنك تشرح إزاي القوة ممكن تأثر على حركة الأجسام أو توقف وبعد ما خلصنا آخر نشاط في مفهوم الحركة والتوقف ممكن دلوقتي إنك تبدأ نقاش مع حد من زمايلك أو من أفراد الأسرة لو رجعنا نفكر في فكرة الكرسي المتحرك فاكرينه؟ يا ترى إزاي تصميم العجل بتاعه بيسمح بحركة سهلة للمستخدم وإزاي في نفس الوقت بيحافظ على سلامتهم؟ حاول كمان تفكر إيه نوع مركبات تاني ممكن يكون له خواص مشابهة للكرسي المتحرك؟ خلي بالك النقاش ده هيكون فرصة مهمة جدا إنك تعرض أفكارك وتسمع أفكار جديدة تقدر تبني عليها وممكن كمان تصحح فكرة عندك لو كانت محتاجة تعديل وزي ما بنعمل في نهاية كل مفهوم هنكمل في مهارة التقييم ونرجع للأسئلة اللي بنتأكد فيها من صحة فهمنا تعالوا نروح للنسخة الرقمية من كتابنا أول سؤال بيقول طب تعالوا كده نشوف العبارات اللي موجودة أول عبارة بتقولك كرة القدم على المقعد بجانبك تفتكروا هتنفع؟ أكيد مش هتنفع ليه؟ لأن الكرة جنبي يعني بتتحرك مع حركة السيارة يبقى أكيد مش هقدر أحدد منها الحركة طب تعالوا كده لما نشوف العبارة التانية بيقولك إشارة الطريق السريع التي توضح حد السرعة طب فكروا كده إشارة السرعة بتكون موجودة على الطريق يعني بتكون ها سبتة في مكانها زيها زي الشجر الموجود على الطريق مثلا وإنت بتكون راكب العربية والعربية بتتحرك بتاخد بالك كده أنك بتلاقي الشجر عمال يتحرك لورا الحقيقة هو مش بيتحرك لورا ولا حاجة ده أنت اللي بتتحرك لقدام والشجر بيكون ثابت في مكانه يعني إحنا بنتحرك في السيارة والإشارة هتكون سبتة فطبعا هنقدر إن إحنا نحدد من خلالها حركة السيارة يبقى هنحط علامة صح جنب العبارة دي طب تعالوا كده لما نشوف العبارة التالتة بيقولك إيه؟ علبة صودة في حامل الأكواب يعني موجودة جوه العربية اللي بتتحرك ها يبقى برضو زيها زي الكورة ما تنفعش لأنها بتتحرك معايا طب تعالوا نشوف العبارة الرابعة أعمدة الإنارة التي تراها خارج النافذة طبعا دي حاجة سبتة هنقدر نحدد منها حركة السيارة يبقى هنحط جنبها علامة صح طب تعالوا بقى لما نشوف العبارة الأخيرة بيقولك سيارة مركونة على الطريق تمر بها بدام السيارة مركونة على الطريق يبقى سبتة فتقدر من خلالها أن إنت تتحدد حركة السيارة اللي إنت راكبها يبقى هنحط جنبها علامة صح خدتوا بالكوا وإحنا بنحل السؤال ده عملنا إيه؟ إحنا لاحزنا الموقف المعروض وحللنا العبارات واستخدمنا الأدلة علشان نحدد اختيارنا تعالوا بقى دلوقتي لما نشوف سؤال تاني السؤال بيقول تدفع فاطمة صندوق كبير ويأتي عز لمساعدتها شايفين فاطمة وهي بتدفع الصندوق وعز جيه عشان يساعده كيف يغير ذلك من القوة المؤثرة على الصندوق وحركته؟ قبل ما نشوف الاختيارات لازم نحلل السؤال كويس فاطمة بتدفع صندوق؟ أكيد عندها قوة معينة بتدفع بيها وبعدين جيه عز ساعدها طب يا ترى وجود عز إزاي هيغير من القوة اللي كانت بتأثر على الصندوق؟ تعالوا ما نشوف أول اختيار أول اختيار بيقول لا يغير ذلك من القوة أو الحركة ها تفتكروا وجود شخص إضافي مش هيعمل تغيير للقوة أو الحركة؟ أكيد لا أكيد هيغير لازم هيحصل تغيير يبقى الاختيار ده أكيد اختيار مش صحيح طب تعالوا نشوف الاختيار التاني بيقولك تزداد القوة وتقل الحركة طب تعالوا نفكر القوة هتزيد صح؟ طب هل الحركة هتقل؟ أكيد لا لأن ده إحنا عملناه في البحث العملي وشفنا إزاي إن لما قوة الدفع للعربيات كانت بتزيد كانت طاقة الحركة بتاعت العربية بتزيد فالعربيات كمان كانت بتتحرك لمسافات أبعد يبقى الاختيار التاني ده اختيار مش صحيح طب تعالوا نشوف الاختيار التالت تزداد كل من القوة والحركة ها بالزبط القوة هتزيد زي ما قلنا وكمان الحركة هتزيد تمام يبقى هو ده الاختيار المزبوط بس تخلي بالك إحنا لازم نشوف الاختيار الأكيد عشان نتأكد إن إحنا اختارنا اختيار صح الأخير بيقول تقل القوة وتزداد الحركة ده بيأكد لنا إن الاختيار التالت كان هو الاختيار السليم لأن طبعاً وجود شخص إضافي مش ممكن يقلل القوة بكده يا علماء يكون مفهوم الحركة والتوقف انتهى بس بطلب منكم إنكم تكملوا حل أسئلة التحقق من المفهوم ويريد تشاركوا إجاباتكم وأسئلتكم مع زمايلكم في الفصل ممكن كمان تبعت لنا على صفحة قناة مدرستنا في المفهوم ده إحنا تعلمنا إزاي القوة بتأثر على الأجسام فاتحرقها أو توقفها دلوقتي إنت جاهز إنك تبحث وتفكر يا ترى كيف تحصل الأجسام المتحركة على الطاقة يعني الجسم اللي بيتحرك منين بيجيب الطاقة دي؟ السؤال ده مهم جداً لأنه هيكون هو موضوع التعلم اللي هنتعلم عنه في المفهوم القادم شكراً لكل العلماء اللي شاركونا النهاردة وأشوفكم في دروسنا القادمة إن شاء الله شكراً للمشاهدة